السلام والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر واللي بيشوف جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حياته بتحلم حياته بتزدهر وحياته بتزداد نوره بهاء مهما كان اللي بيمر به جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي روح روح مليان بوصل بالله سبحانه وتعالى جمال حضرة النبي واحة ممكن إنسان إذا دخلها يحس بأنه هو فعلا في الجنة وكيف لا يكون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب وحضرة النبي يبيته عند ربه يطعم ويسقي فاللي يعيش مع حضرة النبي هيأكل من أكل حضرة النبي ويشرب من شراب حضرة النبي الذي هو في الحضرة القدسية يا رب جعلنا من هؤلاء وعندما نتكلم عن حضرة قدسية وجمال المعاني الربانية الروحانية بتذكر بقى معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد اليقوتي وزير الأوقاف السوداني الأسبق اللي هو في الحقيقة ما رأيته وما قبلته وما جلست معه إلا وأحسست بإن روحي ترفرف معالي وزير أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا يعني أنا متشرف ولي إحساس فائض بالنور والبركة بوجود حضرتك معي رب أنا أعزك أستاذ الدكتور عمر ونحن كلما نراك نرى النور والجمال والمحبة وتلقائية والعمق والأفاقة العالية متبدية في يسر وفي طلاقة بركتكم مع الله الحمد لله على نعمة الحب الله يباريك في حضرتك ويسمع لنا ابنكم وتلمزكم الشيخ محمود خليف يكون معنا عشان أي كلام عن حضرت النبي لازم يكون في جمال وفيسمعنا من المديح ما الله سبحانه وتعالى يؤثره له ويأذن الله سبحانه وتعالى أن نسمعه إحنا في حضرت النبي إحنا في حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وأبدأ مع حضرتك مع الوزير السودان مليئة بالخصب وأكتر حاجة خصبة في السودان بالقلوب قلوب خصبة جدا 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 مليئة بالطيب وبالبركة وبالنور وبالفتحة سيدي كلمنا عن السودان أهل السودان وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يكرمك شيخ عمر والسودان ومصر شيء واحد صحيح صحيح ويتبادلون أكؤس المحبة وراح المداد وكل من الآخر صحيح وإذا كان هذا انطباعك عن أهل السودان وهم أهلك الحالة واحدة فنحن نرى في مصر كل الجمال وكل الحب وكل العلم وكل المدد وهناك اتفاق أن عرض الكنانة هي عش الأولياء الله والأولياء هم سادات الحب صحيح والواقع يصدق ذلك أما وقد سألتني عن أهلك في السودان الحبيب السودان أعظم ما يميز أهله هو الأمر التحاب الله أكبر والارتباط بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ظرف وآن يعني مهما كانت المتاعب والمصاعب فالناس في حب دائم وتكاد الاحتفالات تنتظم حياة الناس كل العام الله أكبر يعني هناك قراءة المولد في الأسبوع مرتين هذا ينتظم كثير من المنازل يعني في الأيام العادية غير أيام المولد ينتظم قراءة المولد مرتين في الأسبوع نعم فليلة الاثنين زي يوم ولدت فيه وكأنه ده احتفال بالمولد نبو كل أسبوع كل أسبوع وكذلك ليلة الجمعة أو في عصر الجمعة الله إذا ما سيقرؤون الموالد وهناك كثير من الناس الذين لا يفقون الحرف تجدهم يحفظون نظم الفوارس اللهم بيسموا أميين لا يحفظون ما شاء الله يحفظون البرزنجي كاملا كاملا الله والله ده حاجة دي اللي بيسموها في العلم ده الحاجات دي وصلة إلى شعور الأعماق متجزرة وكأنه وكأنه ما فيش حاصل من العصور إلا وأهل السودان بيتوارسوا هذا كابرا عن كابر إلى سند يعني ده سند بقى إلى سيدنا حسن بن سابت صحيح الله حتى إذا فجأت أي أسرة تجد لابد أن يكون في كتاب المولد موجود فيها لابد مع المصحف الله أكبر وأي بيت يفتتح يعني قبل أن يسكن الأهل فيه لابد أن يقرأ فيه المولد يا سلام يعني لازم نقرأ مولد أي مولد ولخاصة مولد سيد برزنجي برزنجي والعثماني الله أكبر مولد كثيرة ومولد السيد محمد بن المختار طبعا شنقيطي وكذلك مولد السيد السمان طبعا ومولد الشيخ عبد المحمود ومولد كثيرة لكن المشتهر بين الناس هو البرزنجي والمولد العثماني الله أكبر مسمى الأسرار ربانية الله أكبر أنا عايز نسمع حاجة من الشيخ محمود لأن السؤال اللي جاي سؤال عن حنة دلوقتي فنسمع إيه حضرت حضرت حبي تسمع إيه يا سيدي أو نقول بقى نشوف بقى إيه رأي حضرتك يا سيدي والله نحن أصلا الأشياء بناتنا مشتركة صحيح لكن هناك شخصية من الشخصيات المحبة والمتألغة في سماء المحبة هو سيدي صالح الجعفري يعني هو وصل مشترك كده التعليم والتأسيس وكذا هو أزهري صحيح وكذلك جمع بين المدارس الحبية كلها فالشيخ صالح أعتقد يوصلنا وهو متاح له أيضا السلام يلا يا سيدي شوف هتشان فاسمعنا إيه بقى حاجة من كلام سيدي صالح رضي الله عنه رضي الله عنه